اهلا بكم الى مجازي اخبار الان افاد مصدر في قيادة عمليات الجزيرة بان عددا ممن ينتمون الى تنظيم داعش لقو حتفهم بعد تدمير ستة معاقلة كانوا يتحصنون بها في القائم بالانبار العراقية وكانت قاعدة الاسد الجوية قد قصفت بالمدفعية في وقت سابق في ناحية الريحانية القريبة من قضاء عنا هذا وقال المصدر ان عددا من عناصر داعش قتلوا بعد تدمير ست مضافات لهم في القائم بالانبار ارتفعت اعداد الوفيات بسبب وباء الكوليرا المتفش في اليمن الى 1992 حالة بحسب ما اعلنت منظمة الصحة العالمية قالت المنظمة في تقرير لها انها سجلت اكثر من 400 الف حالة يشتبه باصابتها بوباء الكوليرا في اليمن منذ اواخر ابريل نيسان الماضي يعتزم الحزب الحاكم الباكستاني ترشح خليفة لنواز شريف الذي استقال بعد ان قررت المحكمة العليا عزله من منصبه كرئيس للوزراء بسبب اتهامات له بالفساد ومن المقرر ان يجتمع اعضاء حزب الرابط الاسلامي الباكستاني مساء اليوم وكانت المحكمة العليا في باكستان قد قضت بعزل النواز شريف من منصبه على خلفية اتهامات بغسيل اموال وفسد هدد وزير الدفاع الكوري الجنوبي كوريا الشمالية بنشر اسلحة استراتيجية محاذرا في الوقت ذاته من ان سول وواشنطن ستتخذان اجراءات صارمة ضد بيونج يونج على اثر اطلاقها صاروخا فلسطيا عابرا للقارات واضف ان البلدين سيتشاوران بوتيرة سريعة لنشر المزيد من قذفات الصواريخ ثاد وبناء نظام اعتراض الصواريخ والاسلحة النووية الكورية الشمالية في اقرب وقت ممكن فرضت الولايات المتحدة الامريكية عقوبات على ست شركات ايرانية تقول واشنطن انها ذات صلة ببرنامج تهران بتطوير الصواريخ الباليستية وقالت وزارة الخزانة الامريكية ان ذلك جاء ردا على ما وصفته بتصرفات استفزازية من قبل ايران بما في ذلك اطلاقها يوم امس الاول صاروخا يمكنه وضع قمر صناعي في المدار حول الارض قدم مركز انتجاري في شانجهاي حجيرات مزودة بالعاب الفيديو لتوفير ملاذ للازواج والاصدقاء الداجرين من التسوق حتى تنتهي زوجات من الشراء الفكرة التي لاقت رواج كبيرا بين الازواج اذ استخدمت هذه الحجرات من قبل اكثر من الف رجل في وقت قصير من افتتاحها بحسب ما ذكرته شركة روسمارت تكنولوجي ساحبة الفكرة ويمكن لمستخدمي مانبود الاستلقاء في مقعد امامه شاشة كبيرة وممارسة العاب الفيديو وهم في معزل عن ضوضاء التسوق في الخارج بفضل الجدران الزجاجية الشفافة ختم الموجز شكرا للمتابعة اشتركوا في القناة